زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا برومو مسلسل حضرة العمدة للنجمة والفنانة روبي والواحد الحقيقة متشوق انه يشوف المسلسل بشكله حيكون مسلسل لزيز الحقيقة وبناش أضايا مهمة جدا وهي ما سألت تمكين المرأة وانه نشوف ستة عمدة واعتقد ده حصل مرتين يمكن في كفر الشيخ وأسيوت ويمكن وقعت أسيوت على وجه التحديد الست كان لها دور كبير هناك في حل أضايا طار ما بين عائلات فمهمة جدا ان احنا نتكلم اكتر عن مسألة تمكين المرأة وإيه المشاكل اللي هتقابلها لما تمسك العمودية ويمكن ده هيتحقق بالفعل مع الفنانة روبي داخل مسلسل حضرة العمدة أرجع لحضرتك يا سيد أحمد وانه نطرح قضايا زي دي للنقاش وإحنا دلوقتي بنشوف انه الحقيقة الستة المصرية أخدت قسط كبير من العدالة الاجتماعية طبعا الستة بتطمح في المزيد ومسألة انه ستة عمدة زي ما كنت بقوله وحالات ما هياش كتير هو الحقيقة لو جينا في الواقع هنلاقي ان الستة تمكنت من وظائف كتيرة سافيرة ووزيرة ومحافظ وحتى سائقة عربية لوري موجودة في كل الأشغال قالك بقى رجل ستة يا أستاذ أحمد انه ده العادي والطبيعي وانه حقنا كان منتقص وما كناش منه طبعا في حد أساسا ألا أولا بعيدا عن حتى العرف المجتمعي كان بيقول لها عمال كتير لا في حاجة أساسية في حاجة أساسية ادخلي أي بيت عماد هذا البيت هي المرأة صحيح ده وزير المالية والاقتصاد في البيت هو المرأة ولكن هنا احنا شايفين حكاية عمدة وفي الصعيد تحديدا سلطة انتذية اه وفي الصعيد تحديدا عملية صعبة شوية مش على المرأة ولكن على العادات والتقاليد والموروسات الموجودة في المجتمع من زمان فكون انه في واحدة تقدر توصل لده ده هنا بقى دور الدراما انه هو يجيب هذا النموذج ويوريه للناس لأن الناس برضو بتتعلم الدراما فيها جزء ترفيه وجزء تسقيفي وجزء توعوي فبتشوف العمل ده وبتقول والله اه ممكن ليه لا خاصة انه في نمازج حقيقية موجودة في هذا الموضوع اذا الدراما النهاردة بتجيب الموضوعات خارج الصندوق وخارج الصندوق اهم حاجة كيفية معالجة هذا الايه العمل فبتمكن المرأة من انها تبقى عمدة وده حاجة جديدة في مجتمع زكوري في الصعيد ده نحط تحته زكوري في كل حتة والله هناك يعني انا معاكي بس هناك ايه اماكن زي الدلتا او غيره ممكن تتقبل لكن في الصعيد دايما حارمان المرأة فيه حاجات كتيرة لان العادات والتقاليد بتطغى حتى على القوانين او الشرع في وقت من الاوقات فهنا بتبقى صعبة لكن كون ان الدراما تقدر ان هي تجيب هذا النموذج وتعالي تعمل معالجة بشكل جيد وتعرض هذا العمل زي ما شفنا البرومو بتاعه بالتأكيد هيبقى عمل ناجح واحنا مستنيين اشتركوا في القناة